تونس رغم أنها من أوائل الدول العربية التي سنت قوانين تنظم القروض الصغرى ما زالت مئات الجمعيات التنموية فيها تطالب بصحب المرسوم 117 مرسوم مثل نقطة سوداء في مسارهم المهنية معناتها نلقاو اليوم المرسوم عدد 117 يشكل اختر لاستمرارية الجمعيات التنموية مثل القروض الصغرى وكذلك يفسح المجال إلى خوصص القطاع من خلال دخول شركات ذات أهداف ربحية مدير البنك التونسي للتضامن في خطوات سريعة نحو لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي الإطار التشريعي ما زال معطل منذ نوفمبر الماضي وزارة التشغيل تسعى من خلال هذا الاجتماع بنواب المجلس الوطني التأسيسي إلى غربلة الجمعيات التنموية الفاسدة قصد تأسيس لعلاقات مهيكلة مع البعثين الشبان الجدد وكذلك من خلال سياغة عقود أهداف ستجمعنا بين الجمعيات وبين الوزارة مصالح الوزارة المعنية بهذا الأمر وبين الجمعيات والباعثين يقول مراقبون أن القروض الصغرى خدعة لتنمية مكبلة وهي قروض استهلاكية استنزفت الفقراء في تونس ليزداد تفقيرهم في السنوات الأخيرة ترجمة نانسي قنقر